في صباح يوم الجمعة بدت محطة يوستن في وسط لندن مهجورة مع وجود عدد قليل من الركاب في قاعة انتظار القطارات التي كانت لا تزال تعمل في خارج المحطة رفع أكثر من عشرة أعضاء من نقابة سائقي القطارات الأعلام والشعارات للتعبير عن استيائهم وقالت نقابة سائقي القطارات البريطانية وهي الجهة المنظمة للإضراب إن أعضاءها لم يتلقوا أي زيادات في الأجور منذ أبريل من عام 2019 وأن الناس يعانون من أزمة في تكاليف المعيشة كما قالت النقابة إن هذه الجولة من الإضراب ستستمر لثلاثة أيام في الخامس والسادس والثامن من هذا الشهر وتغطي 16 شركة سكك حديدية وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن هذه الجولة من الإضراب ستؤدي إلى تعليق حركة آلاف القطارات ووثقاً لإحصاءات مجموعة النقل بالسكك الحديدية البريطانية فإن الإضرابات بين يونيو من عام 2022 ويناير من عام 2024 جلبت خسائر اقتصادية بقيمة 775 مليون جنيه استرليني لصناعة السكك الحديدية البريطانية أما الإضراب المستمر منذ يناير حتى الآن قد يؤدي إلى خسائر إضافية قدرها 100 مليون جنيه استرليني اشتركوا في القناة